هل تشتري منتجات من موقع ebay ولا تعرف إدارة مشترياتك؟ إذن في هذا الفيديو سأريكم كيفية إدارة مشترياتكم في موقع ebay وما هي الإمكانيات التي يمكننا استخدامها أنا الآن موجود في الصفحة الرئيسية لموقع ebay ebay.com وعند تسجيل دخولكم لحسابكم الشخصي عليكم تمرير الماوس لMyEbay كما نرى وسيفتح لنا هذا المربع ولرؤية قائمة المنتجات التي اشتريناها نضغط على الرابط purchase history سأضغط عليها وأنزل إلى تحت وفي المربع orders تحت العنوان orders سنرى جميع المنتجات التي اشتريناها يمكننا فرز نتائج البحث أو فرز الصفقات التي اشتريناها مثل رؤية the last 16 days أي رؤية المشتريات في آخر 60 يوم أو حسب السنة عند الضغط على المربع سيفتح لنا أدة سنوات هنا أو يمكننا هنا filter by all أو يمكن رؤية فقط المنتجات التي شحنت إلينا shipped أو ready to feedback أي التاجر كتب لنا feedback وعلينا إرجاع له feedback سأخرج من هذا المربع أيضا يمكننا هنا رؤية not hidden أو hidden يوجد بعض المشتريات للمنتجات التي اشتريناها التي ستكون مخفية وإيبي يخفيها لأنه ربما قد مر وقت طويل عليها ويمكن رؤية not hidden فيمكنكم رؤية hidden أو not hidden عادة ستكون المشتريات مبينة سأنزل إلى تحت وهنا سنرى المشتريات المنتجات التي اشتريناها هنا نرى قائمة المنتجات هيا بنا نتعرف كيف يمكننا قراءة هذا المربع للمنتج الذي اشترينا هنا order date في أي تاريخ اشترينا هذا المنتج هنا one item sold by نحن اشترينا قطعة واحدة من هذا المنتج وهذا اسم المستخدم للتاجر الذي اشترينا منه هذا صورة المنتج الذي اشتريناه وهذا عنوان المنتج هذا الرقم الخاص للمنتج في موقع الإيبي هذه رقم صفحة المبيعات للمنتج هنا بعض التفاصيل من المنتج وفي هذا المربع نرى estimate delivery هنا التاجر يتأحد أن المنتج سيصل إليه خلال 14 فبوري إلى 20 مارج إذا مر التاريخ 20 مارج ولم يصل إليه يمكنني فتح شكوى على التاجر وطلب منه إرجاع المال إليه لأنه لم يفي بوعده هنا tracking number رقم التتبع الخاص للمنتج يمكنني تتبع المنتج أو الرزمة التي ستشحن إليه من خلال الضغط على رقم التتبع المبين هنا سأضغط عليه وسيري لي هنا بعض التفاصيل عن المنتج الذي شحن إليه عادة منتجات تشحن من الصين لن يكون هناك أي معلومات عن رقم التتبع فهذا مهم جدا أن نعرفه وإذا اشترينا لنفترض من الولايات المتحدة من أمريكا فسيكون هناك بعض المعلومات أين ستكون الرزمة هل هي في الميناء أو في الطائرة أو في الطريق إليه أو في مركز التوزيع في بلادنا هنا بعض المعلومات the item has been shipped أي أن هذا المنتج قد شحن وهنا نرى order total كم دفعت من المال مقابل شراء هذا المنتج وإذا يوجد شحن هنا free shipping أي أن الشحن مجاني إذا دفعتم ثمن شحن سيكون هنا مبين ثمن الشحن انتبهوا دائما العملة للمنتج الذي اشتريتمه ستكون العملة في بلادكم وليس في الدولار أو بالباوند حسب من أين أنتم موجودون في أي دولة إذا كنتم في السعودية سيكون ريال سعودي إذا كنتم في مصر وسيكون بجنين وهنا يوجد بعض العوامل أو الإشارات المهمة التي يجب معرفتها العامل الأول هنا الشكل الأول هو شكل الدولار عندما يكون ملون باللون الأصمر هكذا أي أن هذا المنتج قد دفعنا ثمنه وعند تعليم الماوس عليه سيفتح لنا مربع paid on 29.1.2018 فهنا نرى في أي تاريخ دفعنا ثمن هذا المنتج وعندما لا يكون مبين هكذا غير معلم بالأصمر سيكون ملون باللون السكني أي أن هذا المنتج لم ندفع ثمنه بعد ومهم جدا أن ندفعه وسيكون هنا مربع أزرق سيكون مكتوب بداخله pay now أي علينا دفع ثمن المنتج لكي التاجر يشحن إلينا هذا المنتج العلامة الثانية هو علامة حقيبة عندما يكون باللون الأصمر أي أن هذا التاجر شحن المنتج إلينا وأن هذا المنتج في الطريق إلينا وعند تمرير الماوس كما نرى نرى في أي تاريخ شحن التاجر هذا المنتج وعندما يكون ملون باللون السكني أي أن التاجر لم يشحن بعد المنتج فعند شراء المنتج تأكدوا أن هذه الحقيبة ملونة باللون الأصمر لكي تتأكدوا أن التاجر بالفعل شحن هذا المنتج إليكم وعادة عندما التاجر يشحن المنتج إلينا إيبي يرسل لبريدنا الإلكتروني الرسالة أن التاجر بهذا الاسم اسم المستخدم هذا لقد شحن المنتج إليكم العلامة الثالثة وهي كعلامة القلم كشكل القلم وهي تدول أننا كتبنا فيدباك للتاجر عادة عندما يصل المنتج إليكم واستعملتم المنتج وأنتم سعيدين جدا من خدمة الزبائن لهذا التاجر فعليكم كتابة فيدباك للتاجر ولكتابة الفيدباك عليكم الضغط على ليف فيدباك هنا تكتبون جملة للتاجر وهكذا سيتعلم هنا سيتحول من اللون السكني إلى اللون الأصمر أي أننا كتبنا فيدباك للتاجر العلامة الرابعة بصورة المكتوب أو البطاقة وهي تدول أن التاجر كتب لنا فيدباك هذه العلامة الثالثة أي أننا نحن الذين كتبنا الفيدباك والعلامة الرابعة أي أن التاجر نفسه كتب لنا الفيدباك فلكتابة الفيدباك للتاجر نضغط على ليف فيدباك سأضغط عليها سأنزل إلى تحت والبند الأول سأعلم أي أنه إذا المنتج وصل حسب التاريخ الذي حدده السؤال الثاني أي كيف كانت تجربتك مع هذا التاجر هل هي بوزيتيف ناترال أو نيجاتيف بوزيتيف أي أنه التجربة كانت إيجابية ناترال إذا لم تكن راضي ولم تكن جيدة فيمكنكم حل الأوسط ناترال نيجاتيف إذا لم تكنوا ساعدين من التجربة مع هذا التاجر سأضغط بوزيتيف هنا ستكتبون tell us more يمكنكم كتابة أي شيء أنا عادة أكتب thank you سأنزل إلى تحت هذه البنوط غير إجبارية يمكنكم item description إذا كان وصف المنتج مشابه تماما لما هو قد وصل إليكم يمكنكم هنا تعليم حسب النجام يمكنكم الضغط على خمس نجام أو ثلاثة نجام إذا لم تكنوا راضيين مئة بالمئة فيمكنكم هنا تعليم النجوم هذه هذه البند هذا وهذا البند هم غير إجباريين shipping time إذا كان وقت شحن المنتج ووصول المنتج إليكم جيد يمكنكم تعليم خمس نجوم أو إذا لم تكنوا راضيين جدا يمكنكم تعليم ثلاثة نجوم وعند الانتهاء تضغطون على leave feedback سأضغط عليها وكما نرى thank you for your feedback سأرجع لقائمة المشتريات كما ذكرتم من قبل تمرير الماوس على my ebay الضغط على purchase history النزول إلى تحت وحاليا لم يتعلم الكلام سيتعلم خلال الثواني القادمة روابط أخرى يمكننا استعمالها من خلال هذا المربع والضغط على more actions ويوجد هنا عدة روابط الرابط الأول contact seller يمكنكم التواصل مع التاجر لنفترض إذا اشتريتم منتج معين ولحظتم أنكم عرفتم عنوانكم الشخصي في حسابكم بالإيبي هو غير صحيح فعليكم التحدث إلى التاجر لكي يرسل لعنوانكم الصحيح فعن طريق التوجه للcontact seller هنا يمكنكم إرسال رسالة إليه وتعطوه العنوان الصحيح لكي يرسل المنتج إليكم الرابط الثاني هو return this item يمكنكم إرجاع هذا المنتج لنفترض إذا المنتج وصل إليكم ومواصفات هذا المنتج هي ليست تماماً مثل ما مكتوبه في صفحة المبيعات يمكنكم إرجاع هذا المنتج الضغط على return this item والتاجر هو الذي سيدفع ثمن شحن المنتج في هذه الحالة ولكن في حالة إذا اشتريتم منتج وتندمتم على شرائه وتريدون إرجاعه للتاجر يجب عليكم أنتم من الذين تدفعون ثمن شحن المنتج فعليكم الانتباه لذلك ففي حالة إذا تريدون إرجاع المنتج لأن المنتج ليس تماماً مثل ما هو موصوف في صفحة المبيعات سيضطر التاجر إلى دفع ثمن إرجاع المنتج وفي بعض الأحيان التاجر يرجع لكم المال الذي دفعتمه ولا يطلب منكم أن يرجع المنتج ولكن بحالة إذا اشتريتم المنتج بالخطأ أو اشتريتم المنتج وتندمتم على شرائه وتريدون إرجاع المنتج عليكم دفع ثمن شحن المنتج View Paypal Transaction يمكنكم رؤية الصفقة من خلال البيبل في موقع البيبل إذا دفعتم ثمن المنتج من خلال البيبل سترون الصفقة من خلال الضغط على View Paypal Transaction أنصحكم دائماً دفع ثمن المنتجات من خلال البيبل وليس في بطاقة الاعتمال الخاصة بكم لأن بيبل أيضاً سيحميكم إذا حصل أي شيء من خلال الصفقة مثل إذا لم يصل المنتج إليكم البند التالي I didn't receive it في حالة إذا المنتج لم يصل إليكم والتاجر تعحد أنه سيصل المنتج من خلال تاريخ 20 مارج هذا هو التاريخ النهائي لوصول المنتج فإذا المنتج لم يصل خلال 20 مارج في خلال هذا التاريخ يجب علي فتح شكوى ضد هذا التاجر فمن خلال I didn't receive it سأبلغ إيبي أنني لم يصل إلي هذا المنتج وهكذا سنفتح شكوى ضد التاجر في أغلب الحالات التاجر يرجع المال إلينا فلذلك من خلال I didn't receive it يمكنكم فتح شكوى ضد التاجر لم يصل المنتج إليكم أو لم يشحن المنتج إليكم البند التالي Unmarked as payment sent هذه الإمكانية لا نستعملها View sellers other items من خلال هذا البند يمكنكم رؤية المنتجات الأخرى الذي يبيعها هذا التاجر هذا هو اسم المستخدم لهذا التاجر يمكنكم رؤية المنتجات الأخرى التي يبيعها من خلال هذا الرابط View similar items إذا كنتم تريدون شراء هذا المنتج وتريدون رؤية تجار آخرين يبيعون نفس هذا المنتج يمكنكم الضغط على View similar items ورؤية المنتجات الشبيهة لهذا المنتج وبكم تبع Sell this item يمكنكم بيع هذا المنتج إذا يوجد لديكم هذا المنتج وتريدون بيعه يمكنكم الضغط على Sell this item وبدء بيع في موقع الإيبي Sell this seller يمكنكم حفظ هذا التاجر في المفضلات لديكم يوجد في الإيبي قائمة التجار الذين تشترون منهم بشكل ثابت ويمكنكم حفظ هذا التاجر في المفضلات لديكم و Hide Order يمكنكم إخفاء هذه الصفقة من خلال عندما نرى هنا Hide Hidden أو Not Hidden فيمكنكم إخفاء هذه الصفقة وقد نخفي هذه الصفقة عندما يصل المنتج إلينا وكتبنا Feedbacks له وهكذا هذه الصفقة تمت بنجاح يمكننا إخفاءها فهذه هي الروابط المهمة التي يجب عليكم التعرف إليها وهي مهمة جدا لإدارة مشترياتكم سأجدد هذه الصفحة وكما نرى لقد تعلم الفيدباك هنا أننا كتبنا Feedback للتاجر أتمنى أنني أضغط لكم معلومات جديدة واستفدتم من هذا الفيديو وإذا يوجد لديكم أي استخصارات أخرى يمكنكم كتابتها تحت الفيديو وسأرد عليكم بأسرع وقت ممكن لا تنسوا أن تضغطوا Like للفيديو والضغط على Subscribe لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية CanPost لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع eBay وأمازون أتمنى لكم النجاح والكثير من المشتريات سأراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر